بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه لازلنا في الخواطر الوجدانية ومع رسول عليه الصلاة والسلام كقدوة سنتكلم اليوم عن رسول صلى الله عليه وسلم كسؤال كبير جدا ماذا عن قضية المجتمعات التي تحاصر حصارا يقطع عنها الماء والهواء ويقطع عنها الطعام ويقطع عنها وسائل الحياة ويجد الناس فيها مضطرين لأضيق العيش كما يحدث في سوريا وفي غيرها من مناطق العالم أين يجدون القدوة؟ سنجد القدوة في الرسول عليه الصلاة والسلام فسيرته العطرة تقول لنا أنه حوصر وبني هاشم في شعاب مكة حتى أكلوا أوراق الأشجار وكان صياح أطفالهم يسمع من كل مكان حتى رق قلب بعض المشركين لهذا الحدث المفجع أن يحاصر قوم من أشراف العرب ومن خيار الناس حتى الموت في شعاب مكة دون أن يجدوا من يعينهم ومن يقدم لهم الطعام ومن يعطيهم الماء إذن قضية كبيرة جدا متعلقة بالأسوى موجودة أيضا في الرسول صلى الله عليه وسلم كشخص تعرض للحصار هو وقومه كشخص مرت عليه هذه الظروف الصعبة التي بعض الناس يراها كأنها استثناء وحدث لم يحدث من قبل فحين نقول لشخص أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قدوة نقصد أنه قدوة في جوانب كثيرة وأن حياته مليئة بالأحداث الكبيرة والمهمة وهذا حدث من أهم الأحداث التي مرت بالسيرة النبوية وهي قضية حصار المسلمين في شعاب مكة من قبل المشركين هذه القضية موجودة ومعروفة عند كثير من الناس لكن الدلالات الكبرى فيها أن لماذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا التنوع هذا التنوع كله يأتي من قضية في غاية الأهمية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته قدوة للإنسان المسلم قدوة للإنسانية جمعاء عموما فهو في تحمله للرسالة مرة بمختلف الظروف والعقبات وألوان الحياة الصعبة ومن هذه أن يلجأ هو وقومه ويضطرون إلى أن لا يجد الماء ويأكل أوراق الشجر ويعيش حياة في غاية الصعوبة حتى مرض الأطفال وسمع بكاؤهم من آخر مكان في مكة هذه القضية الرئيسية التي تقولنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته